النبش العشوائي للأثار ما زال مستمرا في البلاد حتى طال موطن ظهور الحرف الأول في التاريخ وهي الحضارة السومرية في محافظة الدقار حيث بات المواطن البسيط يملك عشرات القطع الأثرية التي تعود إلى حقب زمنية بعيدة بعضها تتم المتاجرة به بطرق غير شرعية لذلك نلاحظ بين فترة وفترة نلاحظ هناك عمليات نبش وسرقات للقطع الأثرية وحتى الألواح الطينية فهناك ضرورة من قبل على الجهات الأمنية والجهات الحكومية أن تعي مسؤولية هذا الشيء وشدد الإجراءات الأمنية على هذه المواقع لمنع صدقة الآثار ففيما تسلم مدحف الناصرية عشرات القطع الأثرية من أحد المواطنين وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها المواطنين الذين يعترون على هذه القطع في أماكن متفرقة من المحافظة تم تسليم مجموعة من القطع الأثرية موقع شرطة محافظة ذيقار الشرطة الآثار في محافظة ذيقار كما تم تسليم قطع أثرية موقع المواطنين من محافظة ذيقار تم تسليم المتحف الناصرية الحضاري لكي تم تسليمها فيما بعد المتحف الوطني في بغداد يعني القطع التي حاليا تم تسليمها هي عبارة عن فخاريات قطع من الفخار إضافة إلى قطع من النحاس وتضم المدينة 1200 موقع أثرية أغلبها غير مكتشف وبعضها شهد أعمال تنقيبية من قبل بعتات دولية لكن بقيت الغالبية العظمى من المواقع دون حماية مما عرض البعض منها للانتثار والآخر للنهب أو السرقات رغم ذيقار تحتوي على أكثر من 1200 موقع أثرية ولكن أغلب هذه المواقع أو النسبة الأكبر من هذه المواقع لا تحتوي على حمايات مما يعني تبقى عرضة للنهب للعرضة للنبش فعلى الحكومة على وزارة السياحة والثقافة والأثار أن تعطي أهمية لهذه المواقع لأن هذه المواقع تحتوي على تاريخ محافظة ذيقار بصورة خاصة والعالم بصورة عامة وأتعد ذيقار من أغنى محافظات البلاد بالآثار لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية والثقافية لكثرتها تطفع على أسطح المواقع التاريخية إحيانا بفعل العوامل البيئية والمناخية لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار ترجمة نانسي قنقر